موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام و اهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامج سواعد امل تحقيق مصلحة الايتام من خلال الدعم ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في مجال رعاية اليتيم هو هدف اتحاد رعاية الايتام و يسعدنا هنا في الاستيديو ان نستضيف الاستاذ محمد بيومي المدير التنفيذي لاتحاد رعاية الايتام مرحبا بك سيد محمد مرحبا طبعا بداية حتى نتكلم عن اتحاد رعاية الايتام نتمنى ان تضعنا في صورة عامة عن هذا الاتحاد بسم الله الرحيم ان شاء الله في البداية نشكر قناة حلب والقائمين على برنامج سواعد امل اهلا وسهلا اهلا بك والحمد لله هذا الاتحاد يعطار بادرة خير بالنسبة للايتام والواقع هي الفكرة نشأت في بداية 2015 من احد الاخوة الخيرين في الخليج وهو الشيخ صلاح الجرالة رئيس فريق الخير التطواب جمعية عبدالله النورين الشيخ صلاح يعني كان يعمل في الشأن السوري والمكتهد في المجلل الإغاثي نعم ولمس المشكلة الذي يعنيها الايتام في سوريا اه الايتام زاد عددهم بعد الحرب وبعد هذه الاذمة وكان فيه اعراض كبير من المنحين انه هما يتقدموا اه لرفع هذا الملف والعمل عليه نظرا لعدة مشاكل فكانت فكرة الاتحاد انها تعالج مثل هذه المشاكل حتى يقبل المنحين على الايتام نعم طيب سيد محمد يعني لو تحدثنا اكثر عن تفاصيل شكل اتحاد رعاية الايتام يعني ما هو اتحاد رعاية الايتام كبنية تنظيمية جيد والتحاد الرعاية هو عبارة عن تجمع من عدة منظمات المجتمع مدني وبعض الافراد اللي هما المهتمين بشأن اليتيم ويتعاملوا بتنصيق جيد وتكامل من اجل مصلحة اليتيم الهدف من قلنا من الاتحاد اللي هو علاج هذه السلبيات وعلاج هذه المشاكل حتى يقبل المنحون مرة اخرى على هذا الملف فعلى سبيل المثال لم تكن هناك احصائية دقيقة عن الايتام مع قصرة الجامعيات اللي هي تأسست بعد الازمة السورية كان هناك مانح بحاجة لتوصيق لهذه الجامعيات ان هذه الجامعيات تعمل عمل مؤسسي هذه الجامعيات فعلا وقع الارض تعمل وفق معايير محددة فكانت الفكرة ان احنا نضع معايير وبناء العزين معايير يتم الحق جامعيات للعمل وبعد هذه التطبيق المعايير يتم توصيق هذه الجامعيات لدى المنحين طيب سيد محمد قلت ان هناك اكثر من 20 جامعية تنضوي تحت هذا الاتحاد هذا رقم كبير ما هي الصعوبات التي واجهتكم في بداية تشكيل هذا الاتحاد هو طبعا كان في صعوبات كثيرة والحمد لله ان يتزلل معظمها يعني من هذه الصعوبات انك تجمع الافراد على هذه الفكرة في حد ذاتك ان صعوبة انهم يكتموا على هذه الفكرة ان يكون هناك كيان يعمل من اجل اليتيم ويبقى فيه عمل مسترق في ظل زي ما نقول هو العمل حديث العمل في المجتمع المدني السوري عمل حديث يعني يؤسس او ينشئ من بعد الثورة سورية ففكرة العمل المؤسسي والعمل الشراقة في العمل كانت فكرة جديدة بالنسبة للتجمعات هذه فعرض الفكرة خدت وقت ولكن الحمد لله مع الوقت ومع اللقاءات تم بلورة هذه الفكرة وفيه كيان اسمه اتحاد رعاية الايتام والحمد لله يعني 22 جمعية تم تطابق المعيير عليهم طيب لو تحدثنا عن طريقة العمل التي تنتهجونها اضافة الى الاليات والتواصل مع المنظمات داخل الاتحاد والمنظمات الداعمة ايضا طبعا هو العمل يعني زي ما نقول البداية كانت فيه رؤية وبعد الرؤية اتت اهداف فالعمل مرتبط بهذه الاهداف يعني الاهداف الرئيسية للاتحاد كان ايجاد قاعدة بيانات موحدة من خلالها يتم تطابق البيانات بالنسبة للايتام ده شيء يعني يطلبه المنحون الهدف الثاني المهم ايضا اللي هو رفق قدرات العاملين في تلك الجمعيات ويبقى في عمل مؤسسي لدى هذه الجمعيات واقناع الجمعيات بالشراقة والعمل الجمعي الهدف الثالث اللي هو توصيك هذه الجمعيات المنفذة بالمنحين دعم هذه الجمعيات بشكل انها يتحول الدعم الانتاجي يعني المشاريع الانتاجية تتحول منها الدعم من اغاثي الى دعم تنموية نعم اذا هناك صلة وصل ينتهجها الاتحاد بين المنظمات المنضوية تحت هذا الاتحاد والمنظمات الداعمة طيب كيف تتعاملون كاتحاد مع المنظمات الغير منتسبة لهذا الاتحاد هل هناك أليل تعاون معينة او مهيدي تابع الرؤية بقى احنا قلنا عندنا رؤية ان احنا يكون ان شاء الله يعني منظمة رائدة وبيت خبرة في هذا المجال فبالتالي لازم يكون جسور تواصل هناك جسور تواصل مع غير الاعضاء يعني الاعضاء ده جزء منك كيان ولكن نبني جسور تواصل مع الاخرين لان للان لا توجد احصائية في سوريا عن عدد ايتام ولن تكون هناك احصائية الا اذا تم هذا التواصل فبالتالي نتعاون مع الاخرين فيما نتفق عليه وهذه امور لا يختلف لأي احد ان يكون فيه بيانات ونتبدل بيانات للتقاطع والخروج باحصائية فعلية حقيقية عن ايتام في سوريا طيب ما هي اهم المشاريع التي قام بتنفيذها الاتحاد من اهم المشاريع صار الان فيه فعلا برنامج تقاطع بيانات وبننفذه على الجماعات اللي هي منضوية لاتحاد النهاردة صار فيه احصائية بالنسبة للتجمع والجمعيات اللي انضمت في مكفول عدد ايتام مكفولين لدى الجمعيات يقرب من 30 الف يتيم مكفول هناك في القائمة الانتظار ما يقرب او ما يزيد عن 110 الف يتيم فبالتالي احنا بنتكلم تقريبا في ربع عدد الايتام السوري احنا ما فيش احصائية دقيقة ولكن هو يتراوح من 600 الف يزيد او ينقص فاحنا بنتكلم مع نشأة وهذا الميلاد الحديث للاتحاد بنتكلم في ربع عدد الايتام فان شاء الله هذه بداية موفقة والرؤية البعيدة او من سمية التخطيط المتوسط ان احنا نصل لهذا اما الرؤية البعيدة ان يكون فيه فعلا عمل مؤسسي داخل سوريا ككل ان شاء الله عندما يعود السوريون الى سوريا فيه اتحاد فيه شبكة انضم اليها الجميع ويخدم كل اليتيم طيب اريد ان اسألك سيد محمد ضمن المشاريع التي تقومون بها هل هناك خطة او ربما منهج عمل يضمن او بالاحرى يؤسس الى وشاة عمل لهذه الممسسات التي تنضوي تحت الاتحاد او بعثات او ما شابه ذلك ده من الهدف قلنا هدف من الهدف رفع قدرات العاملين بتلك الجماعيات بالفعل تم بعض الدورات والان لدينا برنامج تدريبي متكامل ويعتبر برنامج مميز واحترافي بشكل جيد لان هذا البرنامج تم الاتفاق مع مستشار دولي في مجال التدريب تم الاتفاق مع انه هو يصمم هذا البرنامج يبدأ البرنامج بزيارة المستشار لجماعيات الاعضاء يرفع واقع بالمشاهدة اضافة الاستبيان يعبق من خلال المشاهدة والاستبيان بيرفع الواقع وتحديد الاحتياجات الخطوة التالية هي سياغة برنامج تدريبي يلبي هذه الاحتياجات فان شاء الله هذا يعني في المستقبل القريب نبدأ به ان شاء الله هذا الذي يختص مشاريع تختص بالمنظمات المنضوية تحت الاتحاد هل لديكم ايضا مشاريع تستهدف اليتيم بشكل مباشر؟ ده الجزء التاني من التدريبات اللي هو التعامل مع اليتيم فان شاء الله فيه هيبقى فيه نظام بحسي يعني التعاون مع بعض الجهات البحسية لتقديم بحوث عندنا الموقع الخاص بالاتحاد ان شاء الله يتزامن اطلاقه مع الملتقى اللي احنا ممكن نتكلم عنه بعد قليل هيبقى داخل هذا الموقع جزء خاص بالبحوث صفحة خاصة بالبحوث في التعامل مع اليتيم هيبقى فيه تدريبات خاصة بكيفية التعامل مع اليتيم فالتدريبات هيبقى لها شكين شك اداري اللي هو رفع قدرات العمليين والعمل المؤسسي والشك الفني اللي هو التعامل مع اليتيم وكيفية التعامل مع اليتيم طيب سيد محمد هناك مؤتمر مزمع عقده من قبل الاتحاد للمنظمات المعنية برعاية اليتيم حبذا لو تحدثنا عن هذا المؤتمر القادم في الخامس والعشرين من الشهر هذا نعم هو ملتقى تحت عنوان يعني هو بصراحة هذا الملتقى تغير قصة النجاح يعني احنا تكلمنا ان كان فيه صوابات في التأسيس وفيه اعراض عن ملف اليتيم ومع اطلاق الشبكة في شهر تميل اللي فات كان اطلاق تحت شعار من لايتام سوريا لما نيجي نتكلم في شهر خمسة وبقى فيه كيان اسمه اتحاد وفيه اتنين وعشرين عضو وفيه تواصل بين منحين وبين المنفذين النهاردة الملتقى سيتم ان شاء الله تحت شعار نحن لهم يعني اذا كان لنا ده الاول من لايتام سوريا فمن خلال العمل على الارض والتنصيق ما بين المنفذين والمنحين ان شاء الله الملتقى يكون تحت شعار نحن لهم وفيه مخرجات ونتائق جيدة ان شاء الله طيب حدثنا اكثر كيف هي الاستعدادات اين سيحقد المؤتمر من هم المدعوون الاستعدادات طبعا على قدم وساق لازلنا يعني في طور هذا الاستعدادات احنا عاملين حصر قائمة بالمنحين والخيرين ورجال الاعمال وعندنا طبعا الجامعيات المنفذة لدينا اللي هم 22 جامعيا والمكان هيكون في اسطنبول في احدى الفنادق في اسطنبول والمفترض ان من خلال هذا الملتقى هيتم التسويق غير مباشر يعني احنا كجهة اتحاد لا نسوق الجامعيات لا نتلقى اموال باسم اليتيم ولكن هيبقى خلال الملتقى تسويق غير مباشر لكفالات 10.000 كفالة يتيم تسويق لمشاريع نوعية للجامعيات هيعرضه مشاريع جامعية في الملتقى خلال الملتقى كل جامعية تاخد 10 دقائق تعرض مشروع للتسويق فهذا يعتبر دعم للجامعيات وخدمة بيؤديها الاتحاد للجامعيات العضاء وفي معرض على هامش الملتقى يبقى في معرض كل جامعية لها استاند بتعرض عليها المشاريع بتاعتها سابقة التنفيذ ومشاريع تمت للتعريف بها ومشاريع تدعو المنحين لتبنيها حتى تنفسها ضيف الكريم سيد محمد اسمح لي أن أذهب إلى فاصل قصير فاصل قصير مشاهدين الكرام ونعود إليكم أهلا بكم مرة ثانية مشاهدين الكرام ونرحب بك مرة أخرى ضيفنا العزيز سيد محمد أريد أن أسألك كيف هي رؤيتكم المباشرة لنظرية أو خطة عمل دمج اليتيم المتبعة أو الشعار المرفوع دمج اليتيم بالمجتمع من قبل معظم المؤسسات أنتم كاتحاد طبعا هي رؤية يعني منسميها في واقع الآن الآن على أرض أن المجتمع العربي أيو المسلم بقى فيه ظاهرة ما كانش موجودة فيه أساسا اللي هي ظاهرة فصل اليتيم على المجتمع وبدأنا أن نسمع كلمة دمج اليتيم في المجتمع فهذا أمر إن موجود في المجتمع العربي ليس المسلم المجتمع العربي كان زمان قديما رسول صلى الله عليه وسلم خير الأمثلة كان يتيما ولكن فيه كفالة الجد وبعد وفاة الجد انتقل لكفالة العم داخل المجتمع لم ينظر إليه نظرة دونية بل كان مقرم محبب عندما كان لدى حليمة عندما كان لدى عمي فكان فيه حب مجتمعي حتى أكثر من هذا عندما صار شابا وعندما اختلفوا في الحجر بناء الكعبة واتفق على شهادة أو وساطة من أول من يدخل وعندما دخل رسول صلى الله عليه وسلم تهللوا وقالوا ماذا قالوا هل قالوا محمد اليتيم؟ قالوا إنه الصادق الأمين فعندما يأخذ اليتيم مكانته في المجتمع يلقى الحب يلقى الاحترام فبتفكر في اليتيم طاقة غير متواجدة عند الإنسان العادي المتابع التاريخ وسلسلة التاريخ يجد إن قابلية النجاح والدافع للنجاح عند الأيتام يعلو عن نعييرهم على سبيل المثال محمد بن دريس الشفعي على سبيل المثال ربيعة الرأي اللي هو ابن فروخ وصحيح لم يكن يتيما ولكن والده تركوا جانينا في بطن أميه وعاد بعد 30 سنة فتربك اليتيم ولكنه في نفس الوقت كان إمام الأئمة معلم الأئمة تتلمز على إيد ربيعة الرأي أبو حنيفة والليث بن سعد ومالك وكثير من الأئمة فعندما يلقى اليتيم الرعاية والحب والتقدير من المجتمع كلمة دمجه دي جديدة علينا فإحنا بنعيد ثقافة المجتمع إن شاء الله هدف من أهدفنا إعادة ثقافة المجتمع حتى هذا المعنى يختفي ويكون اليتيم فعلا في ضمن حاضن إن فقد الأمة أو الأب في حاضن العائلة ويبقى المساعدة توجه للعائلة مش اليتيم كيتيم يعني المجتمع يساعد العائلة والمساعدة تمرت اليتيم من خلال العائلة فهو بعيش حياة طبيعية وده في خطوات فعلية تمت من خلال جمعية الأعضاء في هذا المجال يعني الحمد لله عندنا الآن جمعيات بدأت فعلا على الأرض تاخد خطوات دمج اليتيم مش هنقولها بعد أن لعلاج هذه المشكلة فبتعمل دور لإقامة أسر الأيتام مش دور لليتيم ويبقى الشاب أو الطفل المستقل مدرسة وسكن ولكن دور للأسر يعيش اليتيم داخل الأسرة الأم والإخوات في عمارة كلها أسر ويروح مدرسة عادية فبالتالي بنعيد الشكل لوضوع الطبيعي طيب سيد محمد كلمة دمج اليتيم هي كلمة رائجة لنكون حقيقيين صحيح يعني لربما الشرح الذي تفضلت به هناك من يغفل عنه بسبب أنه يعتقد أن هذا المصطلح هو مصطلح إيجابي هل لديكم خطة لتأمين مثلا مصطلح بديل أو خطاب آخر هل تفكرون في هذا الشيء يعني هو مشاريع كبرى تقام تحت عنوان دمج اليتيم في المجتمع دمج اليتيم في المجتمع كيف تنظرون؟ هو بالفعل قد لا يكون هناك بديل لغوي يعني ما فيش مسمى ولكن في خطوات للعلاج يعني منها دور الأسر أسر يتام تجتمع في مباني فبيعيش اليتيم في جوه أسري بيروح مدرسة مثله مثل أي طفل وحتى هذا أمر برضو أمر من الإيجابيات في الاتحاد أن من الأعضاء من خطة خطوات كبيرة يعني مش بس جايب اليتيم والأسرة وما كان عاملين شغل تنموي يعني الأمة التي لا تعمل يعلمها حرفة غير متعلمة يعلمها الكراءة والكتابة فالحمد لله في خطوات إيجابية فإحنا نسير في الطريق ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة ونأمل إن شاء الله أن ربنا يوفق ونصل لما نأمل له وهو أن تكون فعلاً منظمة رائلة وبيت خبرة في ملف الأيتام طيب سيد محمد إن عدنا إلى بنية الاتحاد ما هي أوجهها الاختلاف والتميز بين المنظمات المنتسبة للاتحاد هي الاختلاف والتميز إيجابية لما يتم التنصيك فيما بينهم والتكامل والتعاون يعني التكامل يعني حتى في أي مجتمع هذا الاختلاف بيسر الحياة فعندنا جميعات مهتمة بالشأن التربوي والتعليمي فيه جميعات مهتمة بالشأن الإغاثي فيه جميعات مهتمة بالشكل زي ما نقول اللي هو شكل الإقامة اللي هي الأسرية فهذا التنوع يسر الحياة يسر العمل داخل الاتحاد وفيه إحنا من أدوار نحن اللي هي التنصيك وتبدو الخبرات أيضاً طيب ما هي أدواتكم التنفيذية التي تنفذون بها المشاريع المواجهة للمنظمات المنتسبة للاتحاد والمجتمع ككل؟ هو المنتسب قلنا فيه برنامج تدريبي ليه وبالفعل غير البرنامج المعدل اللي هو الاحترافي اللي هنبدأ فيه فيه تدريبات تمت وفي نفس الوقت كنا ندعو غير الغير الأعضاء لما كان بيتم تدريب مثلاً في عنتاب أو في الرايحانية كنا ندعو الجامعات التي تتعامل مع اليتيم للاشتراك في هذه الدورات من باب الخير للجميع أما الجامعات غير المنضمة فيعتبر دي المرحلة التانية هنبدأ فيها إن شاء الله احنا الترخيص جديد يعني احنا اتحاد ناشئ يا دوبك ضبطنا أمور العدوية وتطبيق المعايير والان في الخطوة دي ولكن لديكم مكاتب متوزعة في مهن البلدان كاتحاد احنا كاتحاد في مكتب إدارة انفيزية في اسطنبول ولكن كأعضاء الحمد لله فيه أعضاء داخل تركيا وأعضاء في الداخل السوري وأعضاء في الأردن وأعضاء في اللبنان ولكن يجمع الجميع التعامل في ملف الاعتماد السوري إذن هناك بنية تنظيمية لديها أساليب لتتعابل مع كل المنظمات الموجودة وهناك كما ذكرت الآن أن هناك منظمات موجودة في دول مجاورة لسوريا هذه المنظمات هي للدول مثلا المنظمات في لبنان هي منظمات سورية في لبنان أم هي منظمات لبنانية كذلك في الأردن الأردن واللبنان هي منظمات تعتبر محلية يعني اتحاد الجامعات الإغاثية اللبنانية ولكن له ملف يسمى اليتيم السوري في ملف اليتيم السوري داخل هذا الاتحاد في الأردن أيضا المركز الإسلامي في ملف باسم اليتيم السوري في جماعية غراء فيها ملف باسم اليتيم السوري في الكتاب والسنة فيها ملف باسم اليتيم السوري فبالتالي دي جمعيات عريقة ولها خبرة في العمل المجتمعي من فترة ووجودها في الاتحاد يسري الاتحاد أيضا طيب سيد محمد أريد أن أسألك عن المشاريع المستقبلية التي خطت لها الاتحاد المشاريع المستقبلية أننا مستهدفين أن في خلال سنتين يتم البرنامج التدريبي ونقول أن الجمعيات في اللحظة صار في عمل مؤسسي بشكل فعلي فيبقى فيه توسع رأسي اللي هو رفع قدرات الجمعيات ونسعى في التواصف الأفقي زيادة عدد جمعيات المنضمة طبعا الزيادة تلعب دور في مسألة الإحصائيات ويبقى فيه شكل أرقام دقيقة عن اليتيم السوري والخطوة اللي وراها اللي هي الجمعية غير الأعضاء أن يكون فيه تعاون وفيه مذكرات تفاهم في تبادل المعلومات طيب هذا المؤتمر الذي سوف يعقد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري متقل وتكلمنا عنه قبل قليل هل سيكون هناك مثل إعلان عن شيء ما أو شيء مستقبلي كبير بخصوص هذا المشروع وهو الاتحاد وبالطبع يعني العنوان الرئيسي والشعار نحن لهم ده ده الرئيسي نحن بنرده على النداء السابق من كبونية أنظيمية آه كبونية أنظيمية مثلا إعلان مثلا اتحاد يظهر بشكل كبير مثلا أو يصبح تحالف من اتحادات هل هناك خطة لهذا الأمر في المستقبل أم بالطبع لا بالطبع يعني إحنا يمكن ما كلمناش فيها أن إحنا كالتحاد المفترض نعمل مذكرات تفاهم معنجات المانحة يعني من خلال المؤتمر هيكون فيه مذكرات تفاهم وتعاون معنجات المانحة وزي ما بنقول ده ده الملتقى الأول هذا هو الملتقى الأول لاتحاد رعاية الأيتام فإن شاء الله يكون انطلاقة طيبة لهذا الملف ونأمل هذا إن شاء الله أنا سعيد جدا باستضافتك سيد محمد البيومي المدير التنفيذي لاتحاد رعاية الأيتام شكرا جزيلا لك أكرمك الله نحن أسعد وإن شاء الله أنتم مدعون للملتقى شكرا جزيلا لك سنلبي هذه الدعوة بكل تأكيد ونتمنى لكم كل الخير والتوفيق وشكر لكم دائما مشاهدين الكرام على حسن المتابعة على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة